اطلقت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولى والرياضة برنامج مكتفى للدعم الطربوي يرتكز على تعبئات كافة لإمكانات والموارد البشرية والمادية المتاحة ولإنجاح هذا البرنامج قامت المديرية بالتعبئة في صفوف الأمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ وأيضا في صفوف التلميذات والتلاميذ سواء من خلال الصفحة الرسمية للمديرية الاقليمية أو الصفحات الرسمية للمؤسسات التعليمية والتي يتابعها التلاميذ والتلميذات على نطاق واسع كما أعطيت التوجيهات للسيدات والسادة مضارة ومديرات المؤسسات التعليمية من أجل تسير ظروف إنجاح هذا البرنامج المكتف والذي يرتكز على مجموعة من الآليات ويأتي في شكل آليات متعددة ومتنوعة ومتكاملة فيما بينها أذكر منها الدعم الطربوي المؤداء عنه والموكول إنجازه للسادة الأساتذة في إطار الساعة الإضافية المؤداء عنها الآلية الثانية وهي الدعم الطربوي الذي يأتي في إطار استكمال الحصص النظامية واستكمال جدوي الحصص ديال السادة الأساتذة الآلية الثالثة وهي الأعمال الطربوية المنجزة والتي يؤهد بتنفيذها لطلبة السنة الثالثة من سلك الإجازة في الطربية والذين يقومون بمجموعة من الأعمال الطربوية بمؤسسات التعليمية الآلية الرابعة وهي حتى التلاميذ وتحفيزهم ودفعهم أكثر للانفتاح على الموارد الرقمية المتاحة بالمنصدية الوزارة لهية الميديس وأيضا المنصة التفاعلية للأكاديمية الجهوية للطربية وتكوينسوس ماسا وخامسا الدعم المنول من طرف الشركاء وأخص بالذكر هنا البرنامج الوطني أو رشجج والذي عبأت المديري الإقليمية من خلاله ما يفوق 660 إطارا بمؤهلات جامعية الهدف ديالهم والدور ديالهم هو مواكبة التلاميذ وتقطيرهم وتحضيرهم داخل المؤسسات التعليمية من خلال الأنشطة للحياة المدرسية ومن خلال الأنشطة التقافية ومن خلال مجموعة من الأنشطة التي تستهدف دعمهم طربويا ونفسيا حتى يكونوا إن شاء الله مؤهلين لمواصلة تحصيد دراسي بعد العودة المرتقبة للسادة الأساتذة للفصول الدراسية كل هذا تقوم به المديري الإقليمية من أجل إعداد التلاميذ إن شاء الله ليكونوا في الموعد خلال الاستحقاقات والامتحانات خاصة الامتحانات الإشهادية التي ستكون بنهاية السنة شكرا الأستاذ الفاضل على هذا السؤال صحيح أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بمجموعة من المغالطات والتي للأسف يتم تدولها على نطاق واسع وأريد من خلال هذا البرنامج هذا والحوار هذا أن أوضحها للسادة المشاهدين الكرام بأن هذا برامج الدعم الطربوي التي أطلقتها المديري الإقليمية ليست لتعويض السادة الأساتذة وليست لتعويض التعلمات الصفية الموكولة تنفيذها للسادة الأساتذة حصرياً وإنما جاءت فقط لتنشيط الذاكرة دية التلاميذ وتحبيبهم في المؤسسة وعادة علاقتهم بالمؤسسة لأن كيف ما عرفتم بعد هذه العطلة الصيفية جاءت هذه التوقفة الجامعية السادة الأساتذة كانت هناك قطيعة بين التلاميذ والمؤسسة وهذا البرامج الدعم جاءت لتقريب التلاميذ من المؤسسة واحتضانه داخل المؤسسة وتنشيط ذاكرته المعرفية من خلال مجموعة من الأنشيطات الطربوية الدائمة بهدف تحضيره لمواصلة مصاليه الدراسي عندما إن شاء الله يلتحق السادة الأساتذة وستبقى هذه البرامج التي تمتد طيلة الفترة البيانية ستتواصل بعد العطلة البيانية إن شاء الله لشهور من أجل العمل صفا إلى الصف وجنبا إلى جنب مع السادة الأساتذة من أجل تحضير التلاميذ كما قلت وتأهيلهم ليكونوا في الموعد خلال الاستحقاقات التي تنتظرهم إن شاء الله بنهاية السنة ترجمة نانسي قنقر